سريعاً بقى للتراجل تراجل بكراً إن شاء الله هيبدأ بمعز بن شريفية وقامه خليد شمام خليل العقوبي وعليمينه أيمان بن محمد أو طبعاً حسين الربيع سمح الدربالي طبعاً غيلان الشعلاني وكلوبالي تحت بقى كلوبالي غيلان الشعباني أنيس البدري يوسف بلايلي هي تركة في حاجة تركة أنه يلعب يساعد بقير تحت الخميسي أو ممكن المدرب يفكر خلي بالك ساعد بقير ده من لعبة الممتازين طبعاً والفترة الأخيرة ما بلعبش ومتعرفش بصفة كبيرة بالذات الكرات السبتة هو متمائز بها بشكل كبير جداً بس أنا هو المدرب هيفكر إزاي عنده هيسم الجويني ده بيلعب برضه يعني من الخليس ما بلعبش يلعب هيسم الجويني بس هو تصاب في المباراة الأولى بس يعني يعني قبل المباراة تصاب ما نزلش في التشكيل بس ممكن يكون أهلو يعني ممكن هو يفاق التريك أنه هو ممكن يلعب به جنب الخنيسة أو ساعد بقيرن تحت الخنيسة شايف غياب أحمد فتحي وأزارو هيفرق شوية مع نادي طبعاً المباشرات اللي زي كده مهيب تحتاج أكتر لعيبة عندها خبرات أكتر لعيبة تتعامل في المواقف الصعبة داخل الملعب اللعيبة اللي تقدر تواجه يعني فردتين تقال برضه طبعاً أحمد فتحي وليد أزارو أحمد فتحي اللعب بنهايات كديرة قبل كده كلامه في الملعب وجوده في الملعب حماسه وروحه في الملعب مهم جداً طبعاً اللعب ولكن يمكن أنا عاوزة يعني أشيد بوليد سليمان الفترة الأخيرة فائد الناد الأهلي بجد بكل المواقف الصعبة بيكون موجود الناد الأهلي بحقق انفراط بوصمات وليد أنا بشاهه بيتكلم مع زميله الفترة الأخيرة بيجيب أهداف مؤثرة ربنا يا ربي وفقه بكرة ويكون سبب من أسباب الناد الأهلي كسبة طولة إن شاء الله يعني عند سؤال محرق شوية كنت دايما بتعتمدوا على وليد سليمان مع كابتن حسام البدري لدقائق معدودة تمام دلوقتي كابتن وليد سليمان ما شاء الله بيبتدي المباراة وبينهيها لأ وليد في أي توقيت بالظفر في أي توقيت يعني إيه في أي توقيت لأ أنت بتقول لي بني اعتمد على وليد سليمان في التوقيت اللي كنت ما سكره مع كابتن حسام البدري ليه توقيت سليمان في فترات سابقة كان موجود على طول وليد على طول في التشكيل الأساسي وليد كان متواجد على طول وليد على طول كان مؤثر يمكن الفترة الأخيرة وليد أنت عارف أنه كان عنده مشكلة يعني كان عنده أصابة كان بتروحه تيجي كان بتبعده شوية إحنا كجهاز فاني كنا بفكر في وقت أنه يرتاح وعشان يبقى سليم في صورة كبيرة في المباراة لكن وليد طول وقت مؤثر طبعا والحاجة من الكواليس يعني كان الكابتن حسام البدري قال لي حاجة غريبة جدا على وليس قال لي من اللعيبة أن ما بكلمش معه كتير ما بقولوش تعمل إيه هو عارف هو بيعمل إيه وليد لعيب كبير وعنده قدرات كبيرة هو بيعرف استخدامه بشكل كويس دي حقيقة؟ كان متكلموش كتير مع وليد لا لا وليد عنده قدرات هو نفسه بيعرف استخدامه بشكل كويس وليد مشكلته لما يكون عنده وليد يعني بيعنده إصابة وبيجي على نفسه فتكبر شوية عاوز يلعب يلعب هو عنده شوية قلم ده بيأثر عليه شوية طبعا